خلينا أقول لك أن المباراة الأولى هي أخطر مباراة بالتأكيد لأن أنت تفتقد اللاعبين الدوليين بالتأكيد لهم ثقة كبيرة جداً ولكن اللاعبين الموجودين والأهل بمن حضر إن شاء الله يكونوا عند الموعد ويكونوا في قمة مستقام وأتمنى يكونوا عندهم القدرة البدنية أنهم يلعبوا 90 دقيقة لأن فريق منتيري فريق قوي جداً بدنياً ومحتاجين أننا يكون عندنا التحامات قوية وإن كان هنتكلم عن فريق منتيري والعشرة اللي ممكن يتأخروا للوصول للبعثة ولكن أنا شايف أننا قادرين إن شاء الله في حالة تأخر وصول العشرة الدوليين لفريق منتيري مع المنتخبات اللي بتشارك في تصفيات أمريكا اللاتينية بالتأكيد هيكون عندنا واقفة عند التشكيلة فارس وأنا حابة أحط تشكيل وإنت تحط تشكيل ونشرك معنا المشاهدين عشان نفكرهم أن أديه فيه عندنا بعض النواقص ولكن الأهل فعلاً بنحضر أنا بالنسبة لي ممكن طبعاً علي لطفي في حراسة المرمى وأعتقد بيت سمو سماني هيكمل بطريقة 3-4-3 اللي هو حتى لما لعب بقطاع الناشئين لعب 3-4-3 فمن وجهة نظر هيكون رامي ربيعة وعلى يمينه ياسر إبراهيم وعلى شماله مغربي إن شاء الله يكون جاهز بإذن الله الليبت وينج باك بالتأكيد علي معلول إضافة كبيرة جداً هو أليو ديانج لكن علي معلول في مكانه بشكل طبيعي جداً ومحمد هاني الريت وينج باك أعتقد ده خماسي يقدر إن شاء الله واسقين فيهم ويقدروا يعني يقدوا الأدوار مكان الأسيين عندنا أليو ديانج وعودة أليو ديانج أفرحت كل جماهير النادلاء لأن أليو ديانج حالياً هو رقم 6 الوحيد اللي عندنا في الفريق من الفريق الأساسي فبالتالي وجوده عنصر مهم جداً ومن وجهة نظري رقم 8 أو اللي معاي يكون في خط الوسط هو عمار حمدي كان شوالة نشاط ما شاء الله في الثلاث مجردات الأساسية اللي لعبهم في كأس الرابطة عندي السلاسي الأمامي والسلاسي الأمامي أنا وجهة نظري لازم نلعب على التحولات نلعب ميديام بلوك ونلعب على التحولات مع فريق منتيري المكسيكا وبالتالي أنا بشوف أن يكون عندنا سرعات عندنا حسين الشحات عندنا أحمد عبدالقادر عندنا محمد مجدي أفشا منهم مناسبين جدا وأنا هميل لحسين الشحات وأفشا وهميل لرأس الحربة طهر محمد طهر طهر محمد طهر من وجهة نظري هو اللي يقدر يعمل التحولات ده والسرعات وده اللي كان بيفكر فيه بيتسو مسماني لما لعب باير مونيخ وكان وقتها كهرباء هو للعب سنتر فيرود فأعتقد ده التشكيل بالنسبة لي أنا مش عارف التشكيل بالنسبة لك وقال أنت عندك أنه ممكن فكرة أنه يغير الطريقة ولا الطريقة سابتة زي ما هي لا في ظل الظروف دي أتمنى نلعب بنفس الطريقة بس أنا عندي تركة بسيطة كده أكيد زي ما اتكلمنا علي لطفي حيكون ليه حظوص كبيرة رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبعتقد أن محمد هاني ممكن يبقى التالت بتاعهم ويكون موجود في اليمين كريم فؤاد وموجود في الشمال علي معلول ويكون موجود عمار حمدي وديانج يبقى كده عندنا كمان الهجوم يتبقى في الهجوم بشوف أن حسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومجدي أفشا دول العشر عناصر اللي أنا شايف أن هم ممكن يكونوا موجودين لا أنا شايف أن أنت تقدر تلعب بالشكل ده أحمد عبدالقادر ممكن ندخل في الحتة دي أنا مش شايف أن في ظل الحالة اللي أنت موجود فيها محتاج راس حربة صريحة أنت أفشا حيكون موجود عندك وحسين الشحات هي قريبا من فكرة طهر بس أنا بشوف أن أحمد عبدالقادر ممكن يكون بيعمل التحولات من العمق أو التحولات الهجومية من قلب الملعب فكرة قريبة جدا يعني منتفقين بشكل كبير ولكن أنا بس اختلافي في حتة طهر بس أنا مختلف على كريم فؤاد شايف أن الدفع بكريم فؤاد في المباراة دي هيكون صعب جدا لسه من وجهة نظري بعد كسر مباراة إيلا عليه فهلا مباراة إيلا فريق مونتيري والهاي برشار والضغط العالي اللي موجود أنا بشوف أن المغربي بيقدر يطلع بالقرى بشكل سليم جدا فده هيكون إضافة لكن كل التوفيق لأي 11 لعب يختارهم بيتسو موسيماني احنا بس بنحب النشط الزاكرة عشان نعرف النصين